سؤال جالي الشغل في شركة اسمها اسمها ماني فيلوز بتاع الجمعيات كل شارة تدفع مبلغ تقبض في دورك عادي عاملين نظام جديد سمارت سيفنج وعشان لسه بدئينه بيدوا عليه كاشباك عشان الناس تشترك فيه هل ده يعتبر يعني ردة أنا هل يعتبر هذا ربة أنا بشتغل في الكستمر سيرفز وكذا ومحتاج الشغل إنه بيساعدني ماديا الفترة دية فهل حلال أشتغل فيه ولا لا هذا هو السؤال الجواب عن ويعني سألتها إذا كانت أموال بتتجمع عشان ترجع لأصحافها زي ما هي من غير استثمار من أين يأتي المال الذي يدفعونه كاشباك فقالوا هم طبعا بيغضوا عمولة من المشتركين في هذا النظام ففي هذه المرحلة بيوزعوا العمولة اللي بيغضوها على المشتركين الجدد كنوع من التسويق والدعاية واستجلاب الزبائن والعملاء الجواب عن هذا إن كان المقصود أن العمولات التي يأخذونها من بعض المستخدمين يردونها في صورة هدايا على سبيل التسويق لمستخدمين آخرين فلا حرج أي إن كان ذلك كذلك فلا حرج في التعامل معهم والله تعالى أعلى وعلم